من بعد الكورونا بقى في اتجاه مختلف. بقيت الناس ممكن عايزة تشتغل من البيت. بقى في كتير اللي هما بيشتغل ومش بي لازم يروح المكتب ويقعد التمن ساعات والحاجات دي كلها. انا بقى هو مش شايفني وانا لابسة الحتة اللي على الحبل ومش شايف انا مش عارفة بهيرو باي بادي لانجج. بس هو شايف جزء الفواني. بالزبط يا اي لو زوم اه يا اما لو على تليفون. نا. فهو ده دايما بقيت بقى بيحصل الاول حمتا في كمان بتبقى اول انترفيو على التليفون او زوم بعد كده نبقى نجيبك عندنا الشركة لو انت تستحق ده. انا ازاي ابهر او او يعني اخد انطباع كويس ادي انطباع كويس على التليفون او على زوم ميتنج. طيب لو على التليفون او على زوم ميتنج هو نفس اللي احنا قلناه في الاول في الجزء البيزيكس. لو يبقى عارف معلومات عن الشركة. يبقى محضر نفسه كويس. يبقى عارف الاسر ده ممكن تسأله. يبقى مجهز نفسه واثق في نفسه كل الكلام ده. ولكن على وعد التليفون فهو يعني هو مش شايفك طبيعي في التليفون فهو سامع نظر صوتك. حاول انت تبقى واقف في مكان ما فيوش دوشة. ده طبيعي جدا مش في الاوتوبيس مش في فتبقى برضو جاهز قبلها بدل ما كنت بتروح قبلها بعشر دقايق. فانت قبلها بعشر دقايق تبقى في مكان مقفول عشان تعرف ترد على او في معادل مقابلة تبقى جاهز للانتروفيو. وخليك واثق في نفسك. استخدم نبارات صوت متناسبة معاه. مايبقاش صوتك منخفض قوي. مايبقاش صوتك يعني افتكر ان هو مش شايفك. فهو بيشوفك من خلال صوتك. هو بيشوف وشك فرحان وشك زعلان. يعني ازاواتي اللي سمعانا مسلا في الراديو دلوقتي مش شايفانا. هما قريدي شايفين يقدروا ياخدوا انطبعات عني دلوقتي حالا. وانا بتكلم ان انا بوشي عامل ازاي. مبسوط اه 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 انا بوشي كده يعني حيقدر يشوفك. فدروا في التريفون. في على او زوم ميتنج او يعني على الانترونات. اه نفس اللي احنا قلناه لابس لبس مهندم. موجود في مكان بس التحدي ان يكون اضاقته مناسبة. دي حتة مهمة جدا جدا. في ناس برضو بتخفل عنها. مش مسلا متعملش تريفون تسايق على سبيل المسال. ده حيبين حاجات. كده الواحد بيطلع وحش في زوم يعني فمهما يحاول. لو في اضاءة مثلا يعني مثلا لو في بلكونة حتى يعني. لو في مكان مفتوح اضاءة اضاءة في غرفة اضاءتها كويسة جدا. دي من الحاجات المهمة جدا. الباجرام بتاعتك تبقى حاول تكون مسلا سادة. مش رسيبين فيها زحمة. ما تبقاش في قودة نومك مثلا يعني تعمل انترويو اونلاين في قودة النوم. طبي اختار مكان مهيئ. زي بالزبط ما هتعمل. وانت رايح تعمل في مقار الشركة. تبقى جاهز قبلها بعشر دقايق. تبقى لابس لبس كويس. نفس الكلام. لابس لبس مناسب. قعد في مكان مناسب. اضاءته مناسبة. استخدم اه طبعا انترنت لو البيت كله دخل على نفس الشبكة حاول انت تقلل عشان. ايوة دليل اللي بيحصل. ايوة. ده برضو احيانا بتعمل اه مشكلة. الناس اللي ناويات يشتغل في ورك فروم هوم. لان هو حيحكم عليك ان انترنت عندك ضعيف على زمي مثال. فانت اه في بعض موجودة عنده. من ضمنها انه عنده مكان مهيأ. لو هو طبيعة الشغل. ده ورك فروم هوم. ما كقعد في المكان اللي هو ممكن يكون انت عشاش شغل فيه. يعني خليه شوف من غير ما تقوله كده. خليه شوف ان ده المكان او ده مكتبك او ده مكانك اللي بتشغل منه. المكان ده واضح انه هو مهيأ واضح انه قد بك مثلا لابتوب مناسب. اضاءة المكان كويسة. المكان بعيد عن زي ما قلنا اي حاجة لا علاقة بالفاصليتز اللي في البيت. الحاجات دي كلها